السؤال اللي بنسأل فيه دايما أخي يوسف طيب آدم وحوى عصياء الله وارتكبوا الخطيئة أكلوا من الشجرة المحرمة وهل هذه الخطيئة المفروض تستلزم كفارة وهل العقاب يعني طب ما هواش بالمفهوم أنا بتكلم البشري يعني للأسف أنه هل العقاب بيتحمل الكفارة أو يعني قيمة الكفارة لهذه الخطيئة خطيئة حواء وخطيئة آدم برضو المشكلة كما ذكرت ما قاله الرب في مظمور خمسين ظننت أني مثلك لا ده للأسف اللي بيقولوا كلام ده ظنوا أن الله أقل من البشر يعني لو ملك عظيم وقال كلام وجي واحد من رعاية كذبه الملك لن يتساهل مع واحد يكذبه فكم بالحرق الله من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد الخطيئة ليست سهلة وأقول أخي يوسف أن هذه الخطيئة موجهة إهانة ضد الله الغير محدود صحيح بالضبط فالجريم أكبر واحد قال لو اعتدد على يعني لو موظف اعتد على الفراش في المصلحة غير لما هذا الموظف بعينه يعتدي على الوزير مع أنه يمكن نفس الشتيمة نفس اللوكمية لكن لما تديها لواحد أقل منك غير لما تديها لواحد مسؤول كبير لا مش هتعدي على أنه مجرد اعتذار وخصم يوب والاتنين لا دي هتبقى فيها حساب أكبر ترجمة نانسي قنقر